اه زي ما انتم شايفين هو اشترى الغاب وبعد كده بدأ ينظفه ويشيل القشر اللي حواليه من كل اتجاه ويشيل اي زوائد محطوطة على الغاب اه في اي عقلة موجودة فيه بحيث ان هو يكون نضيف من جميع الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده دلوقتي هو بدأ يقص الغاب قصه تقريبا على ارتفاع اه متر وثلاثين او متر واربعين وبعد كده بيبدأ يقسمه لنصين اه اه علشان في الاخر احنا محتاجين اه تلات اه افرع علشان نعمل من خلالهم الطيارة اه هو دلوقتي بس اللازم اللي بيقص يكون حريص هو بيقسم يعني هو المفود في اللحزة دي يكون حد معاه اه ماسك ماسك معاه من فوق علشان خاطر يعرف يقسم الغابة الى نصين اه يا ريت نخلي بالنا ونكون حريصين كل الحرص واحنا بنقسم اه او بنقص الغاب او بنشقه الى نصين اه المرحلة اللي بعد كده بيبدأ يعمل زي اه مجرى في اه في اخر الخوصة من فوق بحيس ان هو يبيت فيها الخيط علشان الخيط ما يفلتش ويقع لتحت فبيعملو زي مجرى وبعد كده بيبدأ يبرد المنطقة دي بالمبرد بحيس ان ما يكونش فيه اه اي حاجة اه ممكن تقطع الخيط بحيس ان يكون الطرف ناعم جدا بحيس لما يلف عليه الخيط الخيط يلف على مكان ناعم ما يلفش على مكان اه اه مدبب او مكان اه اه من كتر الاحتكاك او من كتر شد الخيط ان هو يتقطع فهو بيحاول ان هو ينعم المنطقة دي على قد ما يقدر علشان يلف الخيط والخيط يبقى على مكان اه ناعم ويقدر ان هو اه وبحيس ان هو ما يتقطعش وان الخيط يكون مشدود على الاخر ودلوقتي اجينا للمرحلة المهمة وهي ان هو اه هيبدأ يلف في الطيارة بالخيط فبيبدأ الاول اه ياخد اه اه خستين او غابتين مع بعض ويلفهم على بعض ويحطهم على بعض ويلفهم اه من النص بالخيط بحيس ان الخيط يبقى في سنتر الغابة بالزبط ويبدأ يقيس من فوق ومن تحت بحيس ان المسافة تكون مسافة واحدة ويبدأ يلفهم لفة كويسة جدا وقوية بحيس ان الخيط ما يفليتش اه ويكون فيه المنتصف بالزبط علشان بعد كده هيحط الخوسة التالتة او الغابة التالتة ويبدأ يلف الثلاث خوسات على بعض وبعد ما لف الثلاث خوسات على بعض بنيجي للمرحلة الاخيرة وهي اه الداير بتاع الطيارة بيبدأ يلفه زي ما انتم شايفين بدأ الاول طلع من النص لفه على غابة من الغابات فيهم زي ما انتم شايفين كده ويبدأ ياخد زي من السنتر ويبدأ يلف على الجنب بحيس ان السنتر هو اللي حكمه يعني ما ياخدش من الغابة للغابة اللي بعدها مباشرة لا بياخد من سنتر بينزل تاني هنشوفها تاني بينزل تاني بالخيط للسنتر وبعد كده يطلع تاني على الداير ويلف عليه الغاب يشده عليه بحيس ان هو يكون المقاسات او المسافات كلها مسافات متساوية ولو انتم شايفين بيلف الخيط بتاعه في المجرى اللي احنا بدأناها من الاول وعملناها بالمبرض علشان الخيط ما اه ما ينزلش لتحت او الخيط يقع من اه من على الغاب يبدأ يلف الجنب كلها بحيس ان هو هيقفل الست اجنب بتاعه زي ما انتم شايفين كده طبعا لاحز ان لازم يكون الخيط مشدود للاخر تشوف هو هيشد هيشد تاني عليه هيشدها تاني عليه الغابة بحيس ان هو الخيط مشدود معه للاخر طبعا هتلاحز في الاخر خطوة لازم الاخير او الفتحة الاخيرة هتكون نفس الفتحات اللي قبلها في المساحة بالزبط اه بعد كده اه تم تجليد الطيارة باللون الابيض علشان تيعكس الاضاءة اللي هتتحط فيها وبدأ دلوقتي يشتغل في الديل طبعا مش اه طبعا عندك كتب عديمة عندك كراريس عديمة تبدأ تاخدها وتقطع منها الديل زي ما انت شايف جايب هو جايب كتاب عديم وبدأ يقطع منه في الاتجاه الطولي بحيس تكون الشرشيب طويلة ما تكونش قصيرة ويبدأ يلفها على الخط ويبدأ يعمل الميزان بتاع الديل وبعد كده ياخد الديل منه بنفس الشرشيب او بنفس الكونسبت اللي هو ماشي اه دلوقتي وصلنا للمرحلة الاخيرة وهو بيركب دلوقتي الكونترول الخاص بالاضاءة او الجزء المتحكم في الاضاءة من نحية الالوان ومن نحية الاضاءة اللمبات اه بيركبه في الخلف اه وبعد كده هياخده اه ياخد شريط الاضاءة يلفه على الطيارة كلها من الامام ويبدأ يلزقه باللزق الشفاف اه زي ما هنشوف اه في الفيديو اللي جاي كده خلص الاضاءة ولفها حوالين الطيارة كلها بالكامل على الوش من فوق ولف على الميزان بداية الديل وعلى الديل الاضاءة كلها وزي ما انتم شايفين الاضاءة بتتغير اه بالالوان اه بناء على او الجهاز اللي هو بركبه في الخلف في الفيديو اللي قبل دوه الفكرة بسيطة جدا اه ومش مكلفة ان شاء الله تعليبكم شكرا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة